مسجل معدل التضخم في الأردن ارتفاعاً بنسبة 2.4% تقريباً في نهاية شهر آب مقارنةً بذات الفترة من العام الماضي وسهم في ذلك ارتفاع أسعار الوقود والإنارة بأكثر من 10% بالتفاصيل خلال العام الحالي سجل شهر آب أقل نسبة ارتفاع شهري في مستويات الأسعار إذ بلغت 0.88% فيما سجلت الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي أعلى مستوى في صدارتها شهر شباط بتجاوزه 4% فيما بدأ بالتراجع منذ شهر نيسان ارتفاع معدل التضخم في الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي سهم فيه مجموعة من السلع ذات الأهمية عالية للمستهلك بصدارتها الوقود والإنارة بارتفاعها بنسبة 10.5% تقريباً ومجموعة الألبان ومنتجاتها والبيض بنسبة 7.1% وأسعار الثقافة والترفيه بنسبة 7% إضافة إلى أسعار الأثاث والسجاد بارتفاعها بنسبة 6.3% والإيجارات بنسبة 4.5% تقريباً بالمقابل سجلت أسعار الخضروات والبقوليات تراجعاً بنسبة 12% وهو الأعلى من بين مجموعة من السلع سجلت تراجعاً خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي شملت الفواكه والمكسرات بنسبة 2% والتوابل ومحسنات الطعام وأسعار الملابس 1% تقريباً فيما تراجعت أسعار اللحوم بأقل من 1% بعد 6 سنوات على وضع حجر أساسه يتوقع استلام مشروع جمرك عمان الجديد بمنطقة الماضونة جنوب شرق العاصمة مع نهاية الشرين الثاني نوفمبر المقبل بحسب ما أعلن المشرفون على المشروع خلال جولة لوزير الأشغال ومدير الجمارك المشروع يقام على مساحة 1300 دنم بكلفة 94 مليون دينار بتمويل صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وفق نظام التأجير التمويلي وزير الأشغال العام والإسكان ووزير النقل للمهندس ماهر أبو السمن قال إن المشروع سيسهم في إنعاش منطقة جنوب وشرق عمان وتشكيل منطقة جذب استثماري في مجالات النقل والخدمات المساندة إضافة إلى تعزيز التجارة مع مختلف دول العالم فيما أكد مدير دائرة الجمارك الأردنية جلال لكظاه أن مركز جمرك عمان الجديد سيسهم في تحسين بيئة العمل الجمركي ويقلص إجراءات المعاملات بفرض أن خلال شهر شهر نصف يتم الاستلام النهائي اللي كان الاستلام باشرت باستلام المباني وفحص الساحات والمضلات الشاحنات وإن شاء الله خلال شهر نصف سيكون الاستلام كامل هذا المشروع يتم تشغيله المركز راعة بتصميمه كافة متطلبات الفنية والحديثة وطرق خدمات جمركية متميزة للمستثمرين والتجار المركز إن شاء الله راح يكون وتشوفوا أنه ساعاته التخزينية أكبر بكثير من ساعة مركز جمرك عمان القديم للمثال يعني المركز يقد يسع لغاية تسعمائة شاحنة في نفس الوقت رمبات تعراعي متطلبات السلامة العامة ومطلبات تقديم خدمات ممتازة للمراجعين والتجار والمستثمرين سجل معدل أسعار نفط برينتو المشتقات النفطية ارتفاعاً خلال الأسبوع الأول من الشهر الحلي مقارنة بمعدل أسعارها في شهر إيلول الماضي بحسب النشر الأسبوعية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية وتعد مؤشراً لتوجه الحكومة في تعديل الأسعار المحلية الشهرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بحث المشاركون في المنتدى الاقتصادي الأردني السوري الذي عقد لسنة ثالثة على التوالي في دمشق سبل إزالة المعوقات التي تواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين المشاركون في المنتدى الذي عقد تحت شعار التبادل التجاري ولوجستيات النقل بين الأردن وسوريا بحثوا إنشاء مجلس مشترك لتسهيل التعاون التجاري والنقل وإزالة المعوقات التي تواجه البلدين بما فيها حركة الترانزيت عبر العقبة وصولاً إلى تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة وعلى هامش الملتقة نظم معرض للشركات الأردنية والسورية المشاركة من عدة قطاعات بهدف الترويج للسلاع وتسويقها إلى مختلف دول العالم وتسليط الضوء على الشحن ونقل البضائع هو الملتقة الثالث خلال ثلاث سنوات منتدى الاقتصادي الأردن السوري بتحدث عن العلاقة السورية الأردنية بالمواضيع اللوجستية والحدود والنقل من ميناء العقبة وحدود جابر ونصيب كل مرة إن شاء الله فيه تطور منرجع للنقاط الأولى ومنحاول أن نعدلها وصلنا لموضوع أن نشكل لجنة مشتركة ما بين الأردنيين والسوريين لحل كل المشاكل المعانية القطاع التجاري والقطاع الصناعي ما بين البلدين لتعزيز التكامل الاقتصادي وتسهيل إنسيابية البضائع بين الأردن والعراق وقعت اليوم اتفاقية تعاون بين مؤسسة المواصفات والمقييس والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية العراقي وتهدف الاتفاقية إلى إرساء التعاون التقني والعلمي وتبادل المعلومات والخبرات والتدريب في مجال المواصفات والمقييس وتقيم المطابقة بما يخدم مصلحة البلدين كما تضمنت الاتفاقية اتخاذ الإجراءات اللازمة للاعتراف المتبادل بشهادات المعايرة والتعاون في مجالات المقارنات البينية للاختبارات والفحصات المخبرية وحل النزاعات كانت من أهم بنودها هي عملية الاعتراف المتبادل ما بين الطرفين لشهادات المطابقة والتي تعمل على تسهيل انسيابية التبادل التجاري وانسيابية السلع بين الطرفين وإزالة العوائق الفنية التي تساعد على زيادة نسب السلع الأردنية الداخل السوق العراقي وفي المقابل التبادل العراقي نأمن من خلال هذه المذكرة أن يتم التفاهم على تبادل الاعتراف بشهادات المطابقة للسلع الموردة بين البلدين وفق آلية عمل وفق الإحكام هذه المذكرة نسعى جميعا نحن المؤسسة المواصفات الأردنية لتشكيل اللجنة الفنية المشتركة لإنجاز آلية العمل التي سيتم خلالها تحديد قائمة أولى بعشر سلع أردنية تصدر وعشر سلع عراقية تصدر الأردن يتم التفاق على مواصفاتها وعلى آلية إصدار شهادات المطابقة بحيث يكون هناك تسهيل في فسح القمرقي بالتالي سينعكس إيجابا على التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين شاركت شركة أمنية عضو مجموعة بيون البحرينية في معرض ومؤتمر للذكاء الاصطناعي في تكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني عبر رعايتها للمعرض الرئيس تنفيذي لقطاع العمال في شركة أمنية إياد جبر قال إن رعاية ومشاركة أمنية جاءت لأهمية المعرض والمؤتمر كأهم حدث للذكاء الاصطناعي على مستوى المنطقة من ناحية الحضور والمشاركين والمواضيع التي يبحثها وبما يتلاءم مع مكانة أمنية كشركة رائدة في حلول الأمن السيبراني على مستوى المنطقة وأضاف أن التحديات التي يواجهها العالم في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي تحتم على الجميع التشاركية لمواجهتها وتحويلها إلى فرص تنعكس إيجابا على الشركات والاقتصادات المحلية والوطنية كنا من أولي الشركات تطرع خدمات الأمن السيبراني في السوق الأردني وكنا أول شركة بتعمل مركز خدمات الأمن السيبراني الحائز على عدة جوائز عالمية وشهادات عالمية أخرى في مقاييس الأمن السيبراني وكذلك الخدمات البيانات البنكية أيضا مؤخرا قمنا بدمج خدمات الأمن السيبراني وخدمات إدارة الشبكة في مركز واحد في مركز الحسين للأعمال مما يوفر بنية تحتية عالية الجودة بتتيح إلنا تقديم خدماتنا بمقاييس عالمية وكذلك وجود كوادر وطنية كمان ماهرة في مجال خدمات الأمن السيبراني وخدمات إدارة الشبكات أيضا إلى هنا نصل لنهاية أخبار الاقتصاد عودة إليكي رفا شكرا حمدان